في غمرة معركة حمص الدامية وتلكلخ وباب عمر وحلب وما أثارته قصوتها من ردود فعل دولية وعربية شاشبة قدم النظام السوري الدبلوماسي المسيحي جهاد المقدسي وجها مثقفا أنيقا ومتمكنا من لغاته الأجنبية إلى الرأي العام الغربي ليحاول تبييض صفحة النظام وممارساته عبر سياسة دعائية أتقنها المقدسي بحرفية عالية عبر مؤتمرات صحفية عدة روجت لطريقة تعامل نظام مع الثورة الشاب الكاثوليكي ابن العائلة المتدينة من صيدنايا دخل الخارجية السورية في عام 1998 وتنقل في سفارات سورية عدة حول العالم أبرزها في واشنطن والنمسا وفنزولا ولندن ثم ما لبث أن تسلق السلم الوظيفي ليصبح منذ تموز العام الجاري الشخصية المسيحية الأرفع في نظام الأسد بعد اغتيال العميد داود راشحة في التفجير الذي استهدف القيادات الأمنية في دمشق جهاد المقدسي انشق عن نظام بشار الأسد تاركا وراءه بلادا تغمرها الدماء فهل دخل نظام مرحلة الاحتضار الأخيرة ترجمة نانسي قنقر